بسم الله الرحمن الرحيم وجد العلماء أن للرياح دوراً كبيراً في تشكل الغيوم فهي تدفع بخار الماء وذرات الغبار التي تعمل مثل نويات التلقيح فكل نوية تتجمع حولها ملايين القطيرات الصغيرة لتشكل قطرة ماء واحدة وهكذا فإن الرياح تقوم بتلقيح السحاب لينزل المطر وهذا ما أشار إليه القرآن قبل ذلك بقرون طويلة يقول تعالى وأرسلنا الرياح لواقحة فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين إن هذه الآية تدعو المؤمن للتفكر في عظمة هذا الخالق سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر